وارجعنا لكم بعد الفاصل ومجملين كلامنا وفقرتنا الطبية اللي هنتكلم فيها عن حديثي الولادة والأمراض المنتشرة دلوقتي بالنسبة طبعا للجو اللي احنا موجودين فيه والكرونا ويعني ايه امراض جهاز تنفسي بالنسبة لأطفال حديثي الولادة وده اللي هيكلمنا عنها باستفادة تامة دكتور محمود فرين اخستائي طب الاطفال وحديثي الولادة نورتنا نهارده يا دكتور اهلا بيك في البداية زي محددتك سمعت كده في المقدمة احنا اطفالنا بقى احباب الله اللي لست موردين صغنانين كده عندهم دلوقتي مشاكل كبيرة جدا في الجهاز التنفسي ايه هي الامراض بتاعة الجهاز التنفسي اللي منتشرة دلوقتي بالنسبة للجو اللي احنا فيه بصحنا تقريبا الشتاء فيه كل الامراض طبعا بس احنا في الفترة ديت عندنا نازلات البرد عندنا النازلات الشعبية عندنا التهاب الرئوي شوية زايد الهربس مرض القدم واليدين والإيدين عندنا الروتافيروس موجود الأيام ديت عموما الشتاء بيبقى عامل كوكتيل كويس بسبب تخفض درجة الحرارة كل الامراض ديت بتبقى موجودة ومنتشرة بس احنا عندنا الفترة ديت الانفلوانزة ونازلات البرد يعني شريدة شوية طبعا مع الهاجس مع الحاجات اللي موجودة مع الكورونا كل حاجات ديت حاجات بتبقى نخوف هنا طبعا اكيد فدي أكتر أمراض تقريبا بنشوفها الوقت في الهيادات مع الأطفال طيب بالنسبة للأمراض الانفلوانزة وامراض البرد بما أننا الأيام دي الأعراض المتشابهة مع فيروس كورونا عايزين نوضح للناس إيه الفرق ما بين الأعراض بتاعت البرد العادي والبرد اللي بيجي أو الأعراض اللي بيجي لفيروس كورونا بص احنا عموما مشكلتنا في أمراض الشتاء هي طرق العدوى طرق العدوى بتاعت أمراض الشتاء غالبا بتبقى دروبلت أو إيربورن يعني عن طريق الرزاز عن طريق النفس ودي النفس الهوى ولا النفس المية الرزاز الخير الرزاز بمعنى الحاجة اللي طلع مع الكحة والعطس هي دي أكتر حاجة بتخلي طرق العدوى بما أنها بتبقى وقدة ويد سكيل وقدة مساحة كبيرة فممكن تعمل الانتشار الأكتر من أي حاجة تاني بتاخد عدد كبير من الناس فهي دي مشكلة الطرق العدوى في أمراض الشتاء يعني بالضبط العطس أو السعال الرزاز اللي خارج ده هو ده اللي نركز فيه ده اللي نركز فيه إنما الهوى العادي بتاعنا ده الهوى العادي ده لأ الهوى العادي بس إحنا كمان عندنا الفترة ديات مع الكورونا زي ما حضرتك قلت والنزلات البرد العادية إزاي نفرق بالضبط هو التفريقة صعبة مش حاجة سهلة عشان كده هو ده اللي مخوف الناس كلها إن الأعراض متشابهة جدا أعراض متشابهة كلها تقريباً الكورونا والعطس والنزلات البرد العادية هي نفس الأعراض الكحة في حاجة ممكن أقدر أفرق بيها صغيرة ولا صعبة برد لا الكورونا فيه معاه هاي فيفر فيه معاه حرارة عالية حرارة جديدة هي أقرب إلى حمى مش نزلة البرد العادية نزلة البرد العادية بتبقى زي ما بنقول كده حرارة متوسطة بالضبط ما بيجيش معاها حرارة عالية لكن الكورونا من الحاجات اللي بيجي معاها حرارة عالية معا ديء في التنفس الطفل ببقاش عارف يتنفس احنا بنتكلم في الطفل والسن العادي والكبير والكبار تمام لحسن الحظ احنا الأطفال عندنا مش معرضين قوي كنت الفارع لسه يعني عايزة أسأل حضرتك الأطفال بيقال إنه هم يعني شوية ما لهمش علاقة بالفيروس قوي أو ممكن ما يجي لهمش قوي لا هو بيجي لهم هي دي المشكلة أو هو ده اللابس في الموضوع ايوة انفناس كثيرة جدا تفكر أن الأطفال ما بيجي لهش لا لا خالص هو بيجي لهم بس هم مناعة الأطفال بما إنها أقوى من مناعة الناس اللي هم الأكستريم اللي هم الكبار في السن أو في السن فالأعراض ما بتبنش عليهم حاجة قوية تمام بس هم بيقوا حاملين حاملين للعدوى وهي دي المشكلة كلها إنهما يعدوا حد كبير في البيت إنهما يعدوا حد كبير في البيت لما يرجعهم من مدرسهم تمام لكن الموضوع كلهم بيتعلق أن الطفل سليم عليه أعراض برد بسيطة لكن لما هيعدي حد كبير في البيت فإحنا كده دخلنا في منعته أقل فإحنا دخلنا في دايرة مفرغة إحنا مش عارفين أولها من أخيرة طب يعني حضرتك شايف إن فعلا من المفضل إن الأطفال طعود الأيام دي يعني الأهالي المغيبة عيالها من المدارس يعني أنا عارفة إن الموضوع شوية ممكن يكون محرج بس يعني فعلا بجد الناس خايفة أنا مغيب بناتي من مدارس بقالي حرارة أنا نفسك كما نغيب الناس كلها من مدارس هي الفكرة كلها في إحنا برضو دخلين زي ما قلت لحضرتك في دايرة مفرغة لازم إحنا من طرق الوقاية طبعا عدم التجمع والمدارس دي ده تجمع رهيب ده تجمع رهيب وتجمع ما بياخدش باله آه ما بياخدش باله إحنا نتعامل مع أطفال صغيرة مش هنعرف نديها بيلعبوا مع بعض أصبع نوم مش هنعرف نديها أو نلزمها إحنا ممكن نلزم نفسينا بالسن أو بعقلنا نلزم نفسينا بطرق الوقاية لكن أطفال مش هنعرف نلزمه بالطرق الوقاية في بعض الأطفال كانت منجرد أن هي لابسة الكمامة كمامتك لونها إيه ونبدلها مع بعض الكلام ده ما فيش كنترول قوي هيتعامل في مدارس حضنات فيه صعب ممكن نعمل الكلام ده في الجامعة ممكن نعمل الكلام ده في مدارس أكبر شوية مع أن برضو الأصح التجمعات دي لأن احنا كل ما بنتأخر عن الخطوات الاستباقية كل ما بتبقى الموضوع فعلا ممكن يتفقم وممكن ما يدفعه حوله وده اللي إيطاليا مثلا دخلت فيه الفترة اللي فاتت إنها اتأخرت شوية فالموضوع بقى عندها اللي هو ما خدتش المحاذير بسرعة محاذير بسرعة طيب إحنا برضو زي القصة بتاعة متر الأمثاء والكلام ده كله يعني طب إحنا ناخد إجراءات إزاي يعني أنا حاسة أن إحنا بصه مش هينفع أن إحنا يعني في حاجات مش قادرين نتغضع عنها صح صح إزاي أمنع نفسي وأنا في مكان تجمع زي ده إن أنا ما يتقليش عدو إحنا طرق الوقاية عموما لازم ناخدها بالترتيب الترتيب دوت أول حاجة وهي أبسط حاجة وكل الناس ممكن تكون شايفاها حاجة بسيطة خالص هو أن إحنا نخسل إيدينا باستمرار الغسيل كل شوية خلصت حاجة أدخل للحاجة أي حاجة عملت أي حاجة أخش أخسل إيدي عشر سوين الخمساشر ثانية تحت الميا دي بتعدينا من حاجات كتير بزبط زي ما حضرتك قلت عدم أن إحنا منقاش على طول موجودين في أماكن زحمة باستمرار ده مهم جدا لأن طرق العدوى كتير إحنا بنتكلم في زي ما إحنا قلنا غطسة أو كحة بالزبط الموضوع لأن الكمامة نفسها ممكن إحنا مش هنمنع مش قصة الهواء اللي هينقل لا قصة الرزاز لو حد جح أو عطس غصب عنه طبعا فكرة الكحة والعطس على طول إحنا منظمة الصحة العالمية قالت حتى دي لها طريقة طريقة المنديل وطريقة العطس في الكوم ده مهم جدا أنا شايف أن الكوم ده أسرع حاجة إحنا عندنا الفيروس سبيشيا للكورونا إحنا بنتكلم في 3 ساعات في الهواء بنتكلم في 24 ساعة على الأسطح العادية الخشب بنتكلم في 3 أيام دي مدة بمدة تواجد الفيروس على الأسطح الأسطح المعدنية أو خشب بنتكلم في لستانستيل 3 أيام لستانستيل 3 أيام 3 أيام الخشب الخشب 24 ساعة 24 ساعة في الهواء العادي موجود 3 ساعات فإحنا بنتكلم في فترة كبيرة كبيرة يعني فطرق الوقاية أنا شايف أن هي أهم نقطة في الموضوع طول ما أنا ماشي بقى ماسك الترابزين بتاع الحاجة وطالع ماسك شيء عامل مسلم ببوس بحضن كل حاجات ده المفروض في الوقت ده فعلا لازم تخلص لازم يتمنع لازم يتمنع تماما بنتكلم في كبار السن الناس اللي منعتهم عموما قليلة وهم عارفين ما ينزلوش من البيوت على القدر الحاجة ما ينزلوش من البيوت فعليا ما ينزلوش شايف أن موضوع المدارس والجامعات في الفترة دي دي من التجمعات اللي ممكن تعمل هي أكبر مصدر عدوى للأطفال إن هم فعلا أكتر فعلا حد ما بياخدش باله طبعا طبعا الفترة دي أنا شايف أن إحنا لازم ناخد يعني خطوة في أن إحنا نمنع مصدر العدوى زي ما احنا قلنا الطفل إلى حد ما في أمين بس بقيد الدائرة مش في أمين بالضبط لو رجعنا دلوقتي الحديث الولادة دلوقتي هل فعلا منعته زي منعت الشخص الكبير في السن طبعا أقل يعني هقدر أتعامل زي أي أم في البيت ما هي خايفة برضو على ابنها لست حديث الولادة طفل رضيه عمره شهرين 3-4 المفهود بتتعامل معه زي صحنا إحنا الأم بنبهها أن من أول يوم من أول يوم وهي رايحة في حاجات لازم تبقى عاملة خطوات استطبقية الأم ديات لازم يكون معها دكتور أطفال الأم ديات لازم جلدها يلمس جلد ابنها بسرعة الأم ديات لازم الطفل دو لازم يأخذ حقنة تقي من سيولة زي الكوناكيون أو الحقنة بتاعت السيولة عماما زي حاجة وقائية يا دكتور الطفل دو لازم يتحط على صدر منطف أقرب وقت لأن زي ما بنقول كده استرسوب استرسوب لما استرسوب اللي هو في مناعة ده كله أميان جلوبلين كله أجسام مناعة للطفل دو الحاجات ديات لازم نعملها والأم تكون فهمة وهي رايحة هي بتعمل إيه وهي دخل على إيه الأطفال حديث الولادة نهتم قوي بفكرة إن ما يبقاش فيه أي حد عنده نزلة بردة أو أي حد طبعا البوس بتاع حديث الولادة اللي هو لازم لازم إحنا داخلين نسلم مش داخلين نسلم على أم داخلين نبوس الطفل ده يتمنع تماما لأنه هو إحنا عندنا نزل برد هو ما عنده هو مش يجيله نزل برد هو يجيله حاجة أصعب بكتير من نزلة البرد لو خد عدوى من حد جاي وعنده العدوى أعتقد في الآخر هيستلزم أنه رعاية رعاية وهنخش وإحنا عايزين بقدر الإمكان يعني نلمى الموضوع لأنه الصحة في مصر عايزين يعني شوية وعي وعي الموضوع كله متعلق بالوعي بطرق الوقاية مش بالضطع توزع منشورات أعتقد أنه يبقى من شأنها أنه هي فعلا للأطباء كمان قبل الناس قبل الناس العامة طبعا بس بتدتتتوزع بشكل بشكل كبير في أماكن كتير كويس وفي المترو في أماكن كتير المنسقات كمان المنسقات دي تبتدت تتامل بس أهم حاجة أن الناس تبتدي أه أنها تبقى عندها وعي بالزيادة وما تاخدش الموضوع بالزرق أوي الموضوع جدي الموضوع مفهوش خزار الموضوع لازم ناخده وربنا يحفظ طيب الأم نفسها بقى أنا دلوقتي عندي طفل حديث ولادة نظفتي أنا الشخصية كأم طبعا المفترض أنا هتصرف إزاي لو جالي دور برد هابل عن الولد تماما ولا هتصرف إزاي ولا لازم فيه إجراءات احترازية كل فترة أنا برد على الولد فشيء طبيعي طبيعي نكون كونتك هيبقى على طول الكونتك قريب أو الاتصاق بالولد قريب بقدر إمكان هي تلعب على المناعة بتاعتها بالفيتامينز بالنهاية تكون أقل عرضة طبعا هي لسه في جرح أو كانت والدة طبيعي فالطبيعي نهاية تكون يعني عرضة أكتر لأي عدوة الناس اللي بتجيلها الناس اللي بتزورها الناس اللي حواليها دول أكتر ناس ممكن تتعدي منها فالله أنا شايفة نمنع الزيارات نمنع الزيارات إحنا في الوقت دوت نمنع يعني الخروج التجمعات الكافيات السينمات كل الأماكن اللي فيها تجمعات بما فيهم الزيارات بتاعت الأم اللي لسه بالضبط الأم اللي لسه والدة دي أهم حاجة الكلام دو لازم يتعامل وبسرعة لنفترة اللي جاية عايزين زي ما احنا نقول نلم موضوع الوعي او العدوى كل الكلام دو لازم يتعامل وفوقت بسرعة علشان نسبة شوية اللي ممكن يحصل احنا لازم نكون وغدين خطوة قبل اللي هيحصل طيب بالنسبة للطفل بقى نفسه اللي هو فيما بعد حديث الولادة اللي هو بقى بدأ يتحرك ويسحف ويبتدي ان هو هيمشي او بيتلمس الاسطح والحطان عشان خاطر بيسند نفسه عشان يقوم ازاي نعلم مناعة هعمله ايه هنعمله ايه هعمله ايه فيه حاجات من الحاجات اللي بتعلي المناعة المالت فيتامينز عموما لازم الطفل ياخد مالت فيتامينز من الحاجات اللي بتعلي المناعة في الاطفال فيه اكل لازم نهتم به فيه شربة الفراخ من الحاجات اللي بتعلي مناعة الطفل فيه الحاجات اللي فيها كاروتين زي الجزر البطاطا فيه حاجات زي السبانخ فيه الحاجات طبعا اللي فيها فيتامين سي زي الجوافة أو العصير برطقان الحاجات ديك من الحاجات اللي بتعلي مناعة الطفل لازم نهتم بيها مع طبعا في الأول في الآخر طرق الوقاية اللي هي النظافة بقى الشخصية إنه كل شوية أخسله إيده اللي ما بيعرفش يعمله إحنا هنعمله له في الفترة اللي إحنا هنعمله النفسين هنعمله للطفل شايفة برضو إنه كمان فيه نعم الأنواع برضو الوقاية بس الناس كتير جدا بتتدايق منها وحد يدخل البيت ما بيقلعش للشوز بتاعته بره أو كده أعتقد إنه هو ده أفضل حاجة إنه هو أنا بمنأ بعزل إحنا أكتر يعني إحنا حتى منظمة الصحة العامية قالت إنه أكتر مكان فيه فيروس وفيه تجمع فيروس جامد هو ظهر الشوز اللي هو اللي أنا بلمس به اللي أنا بلمس به الأرض يعني أنا عمان بلم بالزبط وراجع على البيت فلازم أعمل في الشوز ده إيه أطلع بره ما دخلهوش جوه ودي برضو صح من الطرق الوقاية المهمة جدا في الوقت طيب بالنسبة بقى لو يعني إحنا طبعا إحنا منتكلم عن حديث الولادة بس لو طلعنا برضو بقى للسن الأكبر شوية ابني وبيروح المدرسة وعنده مثلا في مرحلة ابتدائي أو مرحلة إعدادي عايزة برضو أنا كده خلاص إحنا مضطرين والولاد بيروحوا المدرسة عايزة برضو إيه الطرق الوقائية هل برضو أن أنا أقدر أضغط عليه في حاجة معينة فيه أمصال معينة دلوقتي ممكن أن أقدر أضغط عليه وللسه حاجة زي كده لسه مش مهورة طبعا هو بالنسبة للموضوع الأنفلوانزة العادية ده كان طبعا مصل الأنفلوانزة الموسمية اللي بينزل كل اللي هو العادي الطبيعي بس طبعا كورونا ملوش لسه مصل ملوش لسه مصل فإحنا كل الموضوع بيتعلق بأن احنا نرفع مناعة الطفل تمام نفهمه إزاي يحمي نفسه ويحمي زميله مش يحمي نفسه بس بالضبط حتى الأطفال اللي فهمها واللي قادرة واللي وعية تفهم الإصحابها إن احنا لازم نعمل كذا عشان الفترة دي لازم نعمل فيها كذا دوت يكون من الأم والأب في البيت للطفل كونسبت لازم نفهمه الكلام دوت طيب بالنسبة برضو كمان هم عندهم الجونج فود وإن أنا بشتري الحاجات من بره وكانت يدي المدرسة وبطلع أروح أي مكان باكل فيه برضو بقدر أمناهم من ده شايف إن الكلام دوت المفروض الفترة اللي جاي بقدر إمكان يتمنع شايف إن الأكل لازم يكون حاجة هلسي حاجات الخضروات لازم يكون الأكل معمول في البيت الأم هي اللي عاملها بقدر إمكان نمنع الكونتك نمنع الإيد والإيدين تلمس الحاجات اللي ممكن الطفل يأخدها بقلل الفرصة إن أنا إيدي تلمس حاجات كتير أو بقلل الأماكن أن أنا بروحها بصورة كتير اللي ممكن يكون منتشر فيها العدوى بقدر إمكان الحاجات دي تكون للضرورة القصة مش بنروحه وخلاص طب لقدر الله دلوقتي الطفل خلاص جاله دور برد جديد قوي وخلاص ابتدت الحمى يعني بجد ترفع يعني أعراض أعراض بقى فعلا بجد أنا ممكن أكون شكة هل فعلا أنا بقى أبتدي بقى يعني أتصرف من نفسي ولا لازم ألجأ لطبيبك أتصرفش في البيت ويستحسن مستشفى طبعا إحنا لازم ننزل للدكتور المختص للدكتور الامتبعين معاه هو الدكتور يقيم الحالة هي فعلا محتاجة مستشفى ولا ممكن معالجة أعراض وسوايل دافية وعزل في البيت لكن لو الموضوع متعلق بحرارة عالية ومتعلق بالحاجات أول حاجة هنعمل أشعة عادية على الصدر نحاول المستشفى عشان يعمل سيتي طبعا التحليل طبعا اللي هو الدياجنوستيك أو التشخيص اللي هو البي سي آر زي ما قلت إحنا متعلقين أكتر بالسن الكبير وزول مناعة القليلة يعني ده هم دول أكتر عوضة فعلا وربنا يا ربي يسلم يعني أنا أعتقد أن احنا بشوية وعي بسيط ممكن أن احنا نقدر نحد حتى على الأقل نقلل ونتجاوز الفاترة أنا في نهاية اللقائي بشكر حضرتك جدا ومبسوطة جدا بتوجد حدك معنا والمعنوات القيامة اللي قدمتها لنا واللي يمكن كتير من الناس ما كانتش واخد بالها منها وبتالينا ألقينا الدوق عليها مهارا في نهاية اللقائي بشكر حدك دكتور محمود فريد خستائي طب الأطفال وحديث الولادة نورتنا في نهاية الفقرة أبنائنا هم أحباب الله وأحبابنا احنا كمان أعتقد أن احنا ما ينفعش أن احنا نسيبهم علشان خاطر يكونوا عرضة لأي عدوى أيا كانت لو اللي قادر أنه هو يوعي ابنه يوعيه اللي قادر أنه هو يعني على الأقل مش هلقول عزل على الأقل أنه هو يقلل من تواجده في أماكن تجمعات معلش نضغط عليهم شوية لأن أطفالنا دلوقتي هم أكتر سبب ممكن يكونوا بسببهم ينقلوا الفيروسات اللي موجودة دلوقتي ربنا يسلم ويحمينا يا رب وأعتقد أن احنا كمان يعني لازم ما ناخدش الموضوع بسنة هزار شوية يعني آه ماشي احنا بنهزر وإحنا يعني فينا طبع النقطة اللطيف هنهزر آه بس وإحنا عندنا وعي وعندنا إرادة شديدة جدا جدا أن احنا نقدر نمنع نفسنا شوية من أن احنا الوباء يتفش فينا كنت معاكم إيمان عزيزة دمتم طيبين ودمتم أسحاء مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كومباوند في أحلى مكان في الشروق ادفع 10% مؤدى مؤسط لحد 7 سنين اتصل على 19-535 من شركة المعادي للتنمية والتعمير 115 سنة من التطوير العقاري بتحب المعادي بهدوءها ومناظرها؟ بيبقى هتحب المعادي فيو كومباوند في أحلى مكان في الشروق ادفع 10% مؤدى مؤسط لحد 7 سنين اتصل على 19-535 من شركة المعادي للتنمية والتعمير 115 سنة من التطوير العقاري اشتركوا في القناة